اشتركوا في القناة ميليشيات الحوثي تلجأ لقصف مناطق سكنية في مأرب بالقذائف والصواريف الخارجية اليمنية تطالب المنظمات الإنسانية الدولية بالتدخل العاجل لحماية المدنيين والنازحين في مأرب من خطر الهجوم الحوثي عشية استئنة في محاكمة أربعة صحفيين تختطفهم ميليشيات الحوثي الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب بإلغاء أحكام الإعدام والإفراج الفوري عنهم تطيب أوقاتكم مشاهدين أينما كنتم ونشر مفصلة من الحدث اليمني البداية من الشأن العسكري حيث شهدت جبهات غرب وشمال محافظة مأرب خلال الساعات الماضية أعنف المعارك بين ميليشيات الحوثي وقوات الجيش الوطني والمقاومة والتي تصدت لهجمات الميليشيات أكدت مصادر عسكرية أن القوات الحكومية أفشلت محاولات للتسلل واسعة للميليشيات في جبال البلق بصرواح خلال مواجهات استمرت لأكثر من ثمانية عشر ساعة منذ فجر الجمعة أسفرت المواجهات عن دحر الحوثيين واستعادة السيطرة على المواقع التي كانت قد تسللت إليها وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات المواجهات في جبهة مأرب تزامنت مع قصف جوي ومدفعي للجيش والتحالف استهدف مواقع وتحصينات للحوثيين في مختلف محاور القتال مئات الأسرى من ميليشيات الحوثي وقعوا في قفضة الجيش الوطني والمقاومة في معارك مأرب المشتعلة بينهم أطفال تؤكد المصادر أن الحوثي يقوم بعملية تحشيد وتجنيد إجبارية في أوساط القبائل وسط تذمر وسخط شعبي من الزياز أعداد القتلى ومواكب الجنازات اليومية في صنعاء ومحافظات أخرى أولى زنابي لا سيد أولى زنابي لا سيد أولى الذي قالوا يشلوا يدخلوا معارب يوم السبت كام 27 لتنين 2021 كبروا يا رجاء الله أكبر لا تتباردك من هذه المشكلة من أينك؟ من أينك؟ من ريمة؟ السلفي وأنت من أين؟ من أب؟ داخل المارب داخل المارب وحوش حرامنا يأكلوكم وكاء بث المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مشاهد مصورة توثق لحظة قصف ميليشيا الحوثي لمنازل المواطنين في القرى الآهلة بالسكان بمدرية صرواح غرب مأرب بالقضائف المدفعية والصواريخ استهداف المدنيين قصف ميليشيا الحوثي المدفعية والصواريخ شاهد ميليشيا الحوثي للصواريخ المدنيين شاهد ميليشيا الحوثي شاهد ميليشو شاهد ميليشه شكرا وبهذا الصدد دعت وزارة الخارجية اليمنية المنظمات الإنسانية للتدخل العاجل لأنقاذ حياة المدنيين والنازحين في محافظة مأرب والذين يواجهون تبعات آلة حرب الميليشيات الحوثية أوضحت الخارجية أن محافظة مأرب تأوي أكثر من مليوني نازح فروا من بطش الميليشيات الحوثية بحثا عن الأمان أشارت إلى أن مأرب تتعرض منذ مطلع فبراير الجاري لأكبر هجمات حوثية وعربت الخارجية عن استغرابها لصمت المنظمات الإنسانية الدولية إزاء المخاطر التي يتعرض لها المدنيون والنازحون نتيجة تلك الهجمات لطالما اعتبرت مدينة مأرب اليمنية بمثابة ملجأ للكثير من النازحين الذين فروا هربا من المعارك أو أملوا ببداية جديدة لكنهم أصبحوا الآن في مرمى نيران ميليشيا الحوثي بشكل شبه يومي منذ عام ونصف العام يحاول الحوثيون المدعمون من إيران السيطارات على محافظة مأرب الغنية بالنفط بهدف وضع أيديهم على كامل الشمال اليمنية وآخر فصولهم استهدف المدنيين المباشر في مأرب بتسعة صواريخ باليستية إيرانية الصنع بحسب مصادر عسكرية في المدينة وزير الأعلامي معمر الإيرياني أكد على نوع الصواريخ معتبرا أن استهداف الأعيان المدنية بالصواريخ الباليستية هو تحدي سافر لإرادة المجتمع الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2564 مأرب استقبلت حتى الآن مليونين ومئتين وواحدا وثلاثين ألف نازح مؤزعين على مئة وأربعين مخيما يأوي واحدا وثلاثين ألفا وأربعمائة وإحدى عشرة أسرة نازحة الهجوم الحوثي على مأرب مطلع فبراير عام 2021 أدى إلى النزوح الثاني أو الثالث لألف وخمسمائة وسبع عشرة أسرة نازحة بزيادة 12 ألف فرد إلى مديرية صرواح غرب مأرب في أرقام نشرتها الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في وقت تناشد إدارة المخيمات النازحين المجتمع الدولي ممارسة الضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على مأرب استهداف النازحين وتجنيبهم فصلا جديدا من النزوح والمعاناة من القاهرة ينظم إلينا أستاذ محمد العسل وكيل محافظة ريمة أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد أستاذ محمد سؤال ربما يطرح نفسه الآن في ظل هذه المتغيرات على الساحة ولكن من يحارب الحوثي في مأرب وصواريخه تسقط على رؤوس المدينين والأطفال والآمنين والنازحين أيضا شكرا جزيلا أختي الكريمة دعينا في البداية نحيي رجال القيش الوطني وأبناء القبائل والمقاومة الشعبية الذين يذودون بدمائهم ويدافعون عن كرامة أبناء الوطن اليمني مأرب هي آخر قلاع الجمهورية مأرب هي آخر قلاع الشرعية ولذلك اليوم المعركة ليست معركة أو توصيف لمن يقول بأن المعركة في مأرب ضد الحوثيين توصيف غير سليم ودقيق المعركة تدار من إيران للأسف الشديد إدارة وتكتيكا وتنظيما وتخطيطا وتمويلا وغرفة عمليات تدار من إيران ومن لبنان وتمر عبر وكيلها الإرهابي في الحجد الثولة الإيراني حسن إرلو في صنعاه المعركة اليوم ليست معركة مأرب أخت الكريمة الحوثي شاهدنا في الأيام الماضية بالفعل الحوثي يزج بأبناء القبائل بأنساق وأعداد متتالية لا يهمه من يموت في هذه المعركة للأسف الشديد قتل مليشية الحوثي بالآلاف كذلك أسراهم بالآلاف معتقليهم الجرحة لكن الحوثي هذه خطة إيرانية مثلما كانوا يعملون أثناء غزوهم العراق في الحجد العراقي ولذلك حقيقة ابناء الجيش الوطني المقاومة الشعبية رجال القبائل الذين نزحوا من المناطق التي تحت سيطرة مليشية الحوثي الإجرامية هم أولئك الأحرار الذين يدافعون اليوم عما تبقى من آخر قلاع الجمهورية وهذه المحافظة الباسلة التي تضم خيرة أبناء اليمن وخيرة رجال اليمن وكما ذكرنا المعركة ليست معركة الحوثي الحوثي هو عبارة عن أداة مستعجرة للأسف الشديد يزج بأبناء القبائل يزج بأبناء الناس إلى محارق الموت ما تلقه الحوثي خلال الأسبوعين الماضيين من هزائم متتالية لا يصدقها عقل ومع ذلك ما زالوا يشنون تلوى الهجوم لأن عندنا مثل في الشأن اليمني يقال وأبناء الشعب اليمني وخبائل اليمن تعرف هذا المثل وهكذا يقال من أحفاد الإمامة الحجر من السيلة والرأس من الدم القبيل كما يقال الحوثي لا يهمهم ويقاتل بأبناء اليمن للأسف الشديد ويزج بأبناء اليمن عنوة يأخذ الطلاب من المدارس قهرا يأخذهم كذلك من الشوارع من الطرقات الحوثي اليوم ينتحر على أسوار معرب نريد أن نقول للعالم ما يحدث في معرب كما ذكرت مسبقا أختي الكريمة معركة إيرانية بامتياز تحاول من خلالها إيران تغيير موازن بعض القوى في شطر الأوسط وفي المنطقة لكن أن لهم ذلك يعني اليوم طيب هذه الخسائر هذه الخسائر التي تكبدها الحوثي حشد الحوثيون على أبواب مأرب يعني إلى أي مدى وصلتهم إلى مدى أنه خلاص أصبحت أصبحت مأرب حلم بعيد بالنسبة لهم لأنه ما زال التحشيد مستمر ما زال التجنيد مستمر وهو تحشيد وتجنيد إجباري هم لم يأتوا بجيش من إيران لمحاربة اليمن هم يستخدمون أبناء الوطن ضد بعضهم البعض بالطبع أخت الكريمة كما ذكرنا لعلكم تتابعون مواقع التواصل الاجتماعي لعلنا سمعنا ورأينا وسمع كل أبناء اليمن وأحرار اليمن القياد الحوثي محمد البخيتي للأسف الشديد يقول الله وجهنا بأن نغزو مأرب ويقول بأن تحرير بيت المقدس يبدأ من مأرب نحن نقول للعالم نقول للناس هذه جماعة إرهابية جماعة فاشية جماعة نازية لا تؤمن بالتعايش مع أحد ولذلك حقيقة نحن نستغرب من الصمت الدولي المريب نستغرب من المجتمع الدولي من مجلس الأمن من المبعوث الأممي جريفة عندما وصل إلى الحديدة بحجة الجانب الإنساني وعملوا اتفاق استهكل ولذلك أين هو اليوم من ما يحدث في مأرب اليوم الحوثي عندما الجيش الوطني ورجال القبائل يدعسون أو يزجون يعني الجال القبائل اليوم يذبحون على أسوار مأرب تلك الجموع التي يحشدها الحوثي إلى جبهات القتال وإذا وإذا بنا لم نسمع المجتمع الدولي للأسف الشديد ولا الأمم المتحدة ولم نسمع جريفة يلدد اليوم على النازحين في مأرب حتى على المستوى القانوني والأخلاقي اليوم الحوثي يضرب خلال خمس ساعات على المستوى القانوني والأخلاقي أستاذ محمد يعني هناك وزارة الخارجية تتحدث أن المنظمات الإنسانية لم تقم بمسؤولياتها بدون مأواة حتى وبدون مواد رعاية وإغاثة بالطبع ولذلك من خلالكم من خلال قناة العربية والحدث ننقل هذه المأساة مأساة النازحين اليوم في محافظة بأرب ننقل للعالم جرائم الحوثي الجرائم الفاشية النازية التي ما تعود عليها ابناء اليمن ولا سمعنا ولا قد حدثت على مرة التاريخ كما ذكرنا اليوم الحوثي يرتكب جرائم بشعة بحق الإنسانية نحن نستغرب فعلا هذا الصمت نستغرب من المنظمات الحقوقية من المنظمات حقوق الإنسان الحقوقيين من الصمت الدولي لماذا هذا الصمت أمام هذه الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي على مدار الساعة كما ذكرت أختي الكريمة بالأمس تسع صواريخ في خلال ساعة واحدة تمطنها مليشيات الحوثي على مخيمات النازحين في محافظة مأرب أين من يتكلمون لماذا لم نسمع الناشطين والمغردين والحقوقيين ولماذا لم نسمع مجلس الأمن لماذا لم نسمع حقوق الإنسان أين حقوق الإنسان اليوم ما يحدث في مأرب جريمة لكن مع هذا نريد أن نقول ونوضح للعالم بأن محافظة مأرب رجال مأرب ابناء الجيش الوطني ومعهم رجال القبائل الذين نزحوا من كل محافظات اليمن من بطش مليشيات الحوثي هم من سيدافعون عن مأرب وهم من سيرغمون مليشيات الحوثي ولا خوف على مأرب بكل ما يحدث اليوم الحوثي يتلقى ضربات وهزائم موجعة اليوم الحوثي حشد إلى معركة البلق أكثر من يعني مئات أكثر من سرية ولذلك تم جزيلا هذه السراية بالكامل الحوثي اليوم مستغرب مما يحدث مما يحدث له من محافظة الوقت أمام ابناء الجيش الوطني ورجال القبائل شكرا جزيلا لك هذا ما سامح به الوقت من القاهرة كنت معنا أستاذ محمد العسل وكيل محافظة ريمة شكرا لك وفي إطار ردود الفعل المؤيدة لبيان الخارجية السعودية بشأن التقرير الأمريكي حول مقتل المواطن السعودي جمال خششقي أكدت الخارجية اليمنية التضامن المطلق مع السعودية بشأن التقرير الأمريكي فيما أعلنت الخارجية الإماراتية تأييدها للبيان السعودي وثقتها بأحكام قضاء السعودية واستقلاله كما أكدت وقوف الإمارات التام مع الرياض في جهود استقرار وأمن المنطقة الكويت أيضا من جانبها أيدت بيان الخارجية السعودية مشددة على دول الرياض المحوري بقيادة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في دعم الاعتدال البحرين كذلك أعربت عن تأييدها الكامل لبيان الخارجية السعودية فيما أعلن البرلمان العربي عن رفضه المسأس بسيادة وقيادة واستقلال القضاء السعودي حذر عدل العسومي رئيس البرلمان العربي من استمرار تعنت ميليشيا الحوثي بعدم السماح لفريق الأمم المتحدة لصيانة خزان صافر النفطي وطالب العسومي مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفوري لإنقاذ الوضع خصوصا بعدما رصدت الأقمار الصناعية صورا جديدة أكدت أن الناقلة الصافر بدأت بالتحرك من مكانها ما ينظر بعواقب وخيمة الأمر يتطلب تدخلا حاسما وعاجلا قبل وقوع الكارثة لوقوف مساومة وابتزاز أو لوقف مساومة وابتزاز ميليشيا الحوثي للمجتمع الدولي وعدم استجابتها للتحذيرات الدولية من العواقب الكارثية لمنع فريق الأمم المتحدة من الوصول إلى الناقلة دعا الاتحاد الدولي للصحفيين محكمة الاستئنام في الخاضعة لسيطرة الحوثي إلى إلغاء حكم الإعدام بحق أربعة صحفيين وأطلاق سراحهم كما طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين الميليشيات بالإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين لديها منذ ست سنوات وأجددت النقابة في بيان لها رفضها محاكمة الصحفيين عبد الخالق عمران وتوفيق المنصوري وحارث حميد وأكرم الوليدي والذين اختطفتهم منذ يونيو 2015 نقابة الصحفيين قالت إن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء ستنظر غدا الأحد في استئناف أحكام الإعدام بحق الصحفيين الأربعة مؤكدة تعرضهم خلال فترة اعتقالهم لسلسلة من الجرائم اتداء بالإخفاء والتعذيب والحرمان من الزيارة والرعاية الصحية وصولا إلى صدور أحكام الإعدام الظالمة بحقهم ينضم إلينا من الرياض أستاذ عرفات حمران رئيس منظمة رصد الحقوق والحريات في اليمن أهلا ومرحبا بك أستاذ عرفات أستاذ عرفات يعني بعيدا حتى عن فترة عن الحكم الذي أصدر من محكمة لا يعترف بها قضائيا ولا قانونيا نحن نتحدث عن فترة اعتقال طويلة ست سنوات هي حكم أصلا بالإعدام قبل أن يصدر هذا الحكم ما الجديد وكيف يمكن أن تتغير نظرة لهؤلاء طبعا هؤلاء الأربعة الأصل قد كان تم الإفراج عنهم في منتصف أكتوبر العام الماضي مع صفقة الأصل التي عقدت مع الحوثيين برعاية الأمم المتحدة وتم تأجيل هؤلاء الأربعة إلى المرحلة الثانية التي كانت قبل أيام في عمان الأردن وقام الحوثيون بتعنت في هذه المحادثات وتم على ضوئها إفشال هذه التبادل وقال الحوثيون بالنص الواحد أنهم ذاهبون إلى مارب وسوف يحررون أسراهم بأنفسهم لا يحتاجون إلى مزيد من هذه الحوارات وأنهم سيفتحوا مارب ويأخذوا أسراهم من هناك أضف إلى ذلك أنهم قاموا أو بإبلاغ المحكمة بعقد جلسة طارئة كان المقرر أن تكون الجلسة في سبعة من مارس الشهر القادم لكنهم قدموها إلى يوم غدا كنية مسبقة لتصفية هؤلاء الأربعة وهو تصعيد مارسته الميليشية الحوثية منذ أن تم رفعها من قائمة الإرهاب سواء على الصعيد العسكري أو على الصعيد الإنساني والاستهداف المدني أو على الصعيد الحقوقي وملف الأسرة وهذا الأسف الشديد كان الأصل أن المبعوث الأممي هو من يرعى هذه السفقة وإخراج هؤلاء الصحفين الأربعة ولكنه تحول كما قال إلى ميسر وليس إلى مبعوث أممي وأعطى أيضا ضوءا أخضر وتعامل مع هذه المحادثات بنعومة عجيبة والآن هؤلاء المختطفين الأربعة مهددون بالتصفية وغدا ربما يكون تأييدا لهذا الحكم وتصفيتهم وهذا ما يخشى أن يقع الآن ما هو الإجراء المفروض الذي يتخذ قبل تنفيذ ذلك خاصة وأنهم لم يلتزموا بعهد ولا ميثاق نحن ما زلنا نأمل أن المبعوث الأممي كونه أدار هذه المحادثات وهؤلاء الأربعة وكانوا من ضمن الحوار والتبادل أن يكون له موقف اليوم مع ميليشيا الحوثية وإلى يلغي هذا الحكم الإعدام وأن يعودوا إلى طاولة المفاوضات وأن يعلن ذلك أقل شيء للمجتمع الدولي بالضغط على هذه الميليشيات لكن نأمل أننا لا نكون قد خدعنا بهذا المبعوث لهذه الدرية أنه يسير لنا بعض الأمور ويعطي الضوء الأخضر للميليشيا بما يخص كثير هؤلاء هل المجرب يجرب يا أسف عرفات؟ هل المجرب يجرب؟ يعني غريفتس جرب في أكثر من ملف ولم يحقق نتيجة فما بالك بدماء الآن والدة التوفيق المنصوري يوميا أمام كل المنظمات وتناشد وترفع صوتها بالإفراج عن ابنها نهيك عن باقي الأسر ما زلنا نأمل اليوم أن يكون هناك تحركات رسمية للحكومة الشرعية بالتواصل مع كثير من المنظمات مع المبثل الأممي لكي يتم إلغاء هذا الحكم وإيقاف التصعيد الذي يقوم به الميليشيا الحوذية بجميع الملفات لأن ما يريد به الميليشيا الحوذية حسب مصادرنا هي تصفت هؤلاء الأربعة من ضمن التصعيد الذين يقوموا به طالما وهناك تعامل من المجتمع الغربي وأمم المتحدة بهذه الصورة وهذه الكيفية نحن موقعين أكثر من أربعة وثلاثين اتفاق مع الأمم المتحدة من أجل حماية المدنيين وحماية الصحفيين وحماية المرات الآمنة ولم يحدث منها إلى الاتفاقات حتى الآن شيء هذا المبعوث الأممي ليس مجسرا هو جاء بناء على اتفاقات والأصلا يكون له موقف واضح من هذه المحاكمة وإذا حدث شيء لا أقدر الله بهؤلاء الصحفيين فأعتقد أنه سيكون هناك موقف مغاير للتعامل مع الأمم المتحدة وإيضا المبعوث الأممي سبق وأن قامت الحكومة الشرعية بطلب الاستغناء عن هذا المبعوث ولكن تدخلت دول كثيرة باليبقى عليه واليوم نحن نؤكد أنه لا بد من الإفراج عن هؤلاء الصحفيين أربعة وإلا سيتغير موضوع التعامل مع المبعوث الأمم المتحدة وإذا وقعت الكارثة أستاذ عرفات نحن نتحدث عن ناس معتقلة داخل السجون وممكن أن ينفذ فيهم الحكمة الإعدام قبل الموعد حتى على ذمة الحوثي كيف يمكن استدراك ذلك أنا مش عارفة كيف أقولها حقيقة والله ماذا ننتظر نريد تحرق نريد تحرق رسمي من الحكومة الشرعية ونريد أيضا مخاطبات من المنظمات إلى الأمم المتحدة بإيقاف هذا الحكم هذا الذي نقدر أن نضغط عليه ما بعد أن يقوم الحوثيين بالإعدام هذا الشيء له ما بعد ولا أعتقد أن الأمم المتحدة أصبحت غطاء للميليشيا الحوثية ومنظماتها أصبحت أدوات من أدوات الإنقلاب لا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة وهذا التفكير ما زلنا نعمل أن يكون هناك الليلة وغدا موقف رسمي من الحكومة الشرعية ومن المبعوث الأممي ولا نريد أن نستبق الأحداث طيب المبعوث الأممي خرج ببيان هل أجاب على أسئلتكم هل هناك أي بوادر حتى عن طريق مكتبة هو يقول أنهم يسر لهذه المحادثات مع الميليشيا الحوثية ولا يقدر أن يعمل شيء وهذه مغارضة كبيرة ونحن وقعنا في خديعة بهذا المبعوث الأممي ومنظمات الأمم المتحدة بشكل عام لم يتحسن الوضع في اليمن ولم يقدموا أي شيء ولا واحد إيجابي بقدر ما قدموا لهذه الميليشيات الحوثية ولم تستطع الحوثية أن تحققه بالعملية العسكرية حققته بالجوانب الإنسانية بالمنظمة الأممية هو سؤال يطرح نفسه أيضا ما هو الضمان أن هؤلاء ما زالوا على قيد الحياة خاصة أنه ممنوع أنهم الزيارة ممنوع أنهم الرعاية الصحية ما الضمان أنهم ما زالوا على قيد الحياة وأن ما يحدث الآن هو تضييع وقت فقط نحن متواصلين مع محامي هؤلاء الأربعة وهو إلى قبل يوم وهو يؤكد لنا الجلسات وأنهم قد طلبوا من المخابرات ومن الإدارة الأمنة الوقائية بإحضارهم إلى محكمة الاستئناف وهو متواصل معهم ما زالوا إلى اليوم أحياء ولكن غدا إذا ارتكبت هذه المحكمة جريمة بحقهم فأعتقد أنه يجب أن نغير آليتنا بالتعامل مع المبعوث الأممي ومع المنظمات الأممية بشكل عام في اليمن نعم شكرا جزيلا لك على هذا الإضاح كنت معنا من الرياض أستاذ عرفات حمراء الرئيس منظمة رصد الحقوق والحريات في اليمن شكرا لك مشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعة نتمنى طيب الأوقات لكم ويمكنكم متابعة قناة الحدث على منصة التواصل الاجتماعي التفاعل معها أيضا على الموقع الإلكتروني الحدث دوت نت شكرا لكم على حسن المتابعة نتمنى لكم طيب المتابعة إلى اللقاء في أمان الله شكرا لكم